امتداد كوابل الكهرباء واستمرار غلق الفرع البلد وقاعة العلاج منذ سنوات إضافة إلى غياب الكهرباء هي جملة من المشاكل التي يتخبط فيها سكان منطقة اصدارة تابعة لبلدية حاس العشف الجلفاء والتي أصبحت مقضوعة من كل ضروريات الحياة الكريمة عدنا قاعة العلاج رحمة مخدومة في سنة 2001 لـ 2019 رحمة الزلم سكرة كمهية عدنا فارع البلدي مخدوم من دوميل طريز لـ 2019 رحمة سكر ما خدموناش وعدنا الكوابل هذه ركتشوفوا فيها كي لحق وقت اشتهاء كرا خاطر أذرها لتوع ركين اللي بات برد كيش كدوا المطاري بات برد هيها وما طلبنا الوحيد ما نطالبين لما اسبح ولا ملعب رياضي ولا شي كان طالبين حاجة ضارة كمهذه تري سيتي وطريق مشاكل تنموية كثيرة يتخبط فيها هؤلاء السكان ليضاف إليها مشهد المعاناة بالعزلة المفروضة بسبب اهتراء المسالك المؤدية إليها الطريقة المهجورة الحواسي لكنا رأنا عائلة الخوية حاملة ديما نجن دون دوال البح بح قد موت في الطريقة جاينا من بين بلدية العش وبلدية سيدي بايزيد جاينا احنا في الوسط ما مشقع يسقلوا بينا جاينا من هاك يقول لك رقم من هاك جاينا من هاك رامي يقول لك رقم من هاك ما كين ولو لا طريق لا ما كين ولو ما كانش حاجة ونقول لك خدمتها البلدية لا يختلف حال منطقة اصدار عن قرى مختلف بلدية ولاية الجلفة ليبقى سكانها يكابدون المعاناة في انتظار التفاتة جادة من السلطات المحلية